السلام عليكم أصدقائي أنا سيزار وبرحب فيكم في قناتي سيزار فيوز أهلا وسهلا بالجميع يعطيكم ألف عافية لننسى أبدا 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 دعائنا لأهلنا في غزي الله ومنصورهم الله وما ثبتهم أصدقائي شركة شاومي أطلقت سلسلة الريدمي نوت 13 وهاي سلسلة تتكون من أربع أجهزة الريدمي نوت 13 العادي الريدمي نوت 13 برو 4G الريدمي نوت 13 برو 5G والريدمي نوت 13 برو بلس 5G فهاي أربع أنواع كل حدا بسعر وفي الأردن هنا الوكيل المعتمد اللي هو شركة بي سي آي عرضت الأسعار كالتالي من الأقل للأغلى 159 دينار للنسخة العادية 259 دينار لنسخة البرو 4G 299 دينار لنسخة البرو 5G و 349 دينار لنسخة البرو بلس 5G أنا عندي نسختين عندي نسخة العادية الفانيلا فيرجن وعندي نسخة البرو 5G صراحة هاي عجبتني فحركز كل كلامي عن هاي النسخة لأنه فعليا هذا سعره رهيب جدا رهيب بس يعني لو بدي أنصحك بدي أقولك روح لهذا الخيار لأنه أكثر من الشغلة عجبتني فيه خليني أحكي لكم عن بعض الشغلات اللي عجبتني في هاي المراجعة السريعة أوشي بنبلش بالتصميم جسم الجهاز على الأغلب من زجاج الإطار من البلاستيك الشكل المربع الشاشة فلات مسكته نوعا ما مريحة بالإضافة أنه بروز الكاميرات مش كبير ولكن حيلم بصمات بالذات اللون أسود في ألوان أخرى الموضوع حيكون أخف بلاء ولكن الأخضر والأسودة حيلموا بصمات وعنده معيار الـ IP54 وسماكته 8 مليمتر هاي الأشياء تقريبا بتشاركها مع النسخة العادية بس أتوقع أنه النسخة العادية الظهر مش متأكد شكله الزجاج ماش الحال خلينا نحن نعتبره الزجاج وسماكه 8 مليمتر وعنده معيار الـ IP54 بدناش ننسى نحكي أنه عندهم فتحة 3.5 للي بيحب يشبك سمعته رو على الشاشة الشاشة آملد 6.67% إنش عند الجهازين بيتردد 120 هرت عند الجهازين بس البرو الشاشة بتدعم 68 مليار لون ألوان أكثر ألوان أحلى السطوع تقريبا 1800 نتس عند الجهازين ولكن البرو رح يعطيك 446 بيكسل لكل إنش عشان يقول لكم ألوانه فعليا أحلى تنبط بها الحياة العادي حيكون 395 بيكسل بير إنش هذا لا يعني أنه سيء ولكن ألوان أحلى عند نسخة البرو أعجبني أكثر وبنسبة للنظام كالعادي نظام شاومي الـ MIUI 14 وعندنا الـ Android 13 أما الأداء ففيه اختلاف بالأداء إخوان أكي فيه اختلاف بالسعر صحيح ولكن أيضا فيه اختلاف بالأداء الأداء اللي هون أعجبني لوهلة ممكن تحس حالك إنه الجهاز يعني مش جهاز متوسط جهاز أعلى من ذلك المعالج اللي موجود هون سناب دراجون 7 أس الجيل الثاني رهيب مبني بمعمرية 4 نانومتر وفعليا كان الأداء سلس جدا لعبت Asphalt 9 بكل سلاسة بألوان جميلة بـ Graphics حلو رح تعجبك اللعبة PUBG رح تعجبك اللعبة فالأداء الهون نعم قوي ويستحق وصرف الطاقة أقل وبيدعمه ساعات تخزينية مختلفة لنسخة اللي عندي 512 جيجا مع 12 جيجا باي ترام النسخة العادية بتملك معالج سناب دراجون 685 هذا المعالج يعتبر جيد ديسنت محترم رح تأخذ أداء كويس لكن فيه اختلاف بالـ Graphics وبالسلاسة لما تلعب نفس اللعبة Asphalt 9 على هذا الجهاز وعلى الـ Pro هتخس بالفرق عشان هيك أنا بميل نحو الـ Pro لأنه استمتعت أنا بالألعاب نقطة واحدة بتضيفها النسخة العادية عندها قدرة تضيف Micro SD Card الـ Pro ما عنده نروح للكاميرات طبعاً الكاميرات اللي هون عندها أرقام كبيرة ليش؟ إذا النسخة العادية عندها كاميرا 108 ميجا بيكسل الحساس 1 على 1.67% إنش وعندها Optical Image Stabilization هاي النسخة العادية أما الـ Pro 200 ميجا بيكسل تفاصيل رهيبة رح تأخذ تفاصيل حلوة بالإضافة حساس أكبر 1 على 1.4 إنش بالإضافة لـ Optical Image Stabilization رح تشوف الفائدة تبعتها هاي بتصوير الفيديو ثبات جيد جداً على هاتف من هيك في أسعرية طبعاً في كاميرا 8 ميجا بيكسل عريضة على كل الجهازين وفي كاميرا 2 ميجا بيكسل ماكرو يعني أنا حركز على الكاميرا الأساسية لأنه بالـ 200 ميجا بيكسل أخذت ألوان جميلة أخذ Dynamic Rain جيد جداً فوكس ممتاز ونرجع للألوان الألوان عن جد حلوة التفاصيل تقدر ترتاح بموضوع التفاصيل تقدر تصور حتى بمود 200 ميجا بيكسل وتأخذ تفاصيل كثيرة وحتى لو صورت بالمود الإيتوماتيكي رح تأخذ تفاصيل كثيرة ورح تقدر تعمل زوم ما إنه ما عندك كاميرا تزوم لأنه 200 ميجا بيكسل رح تخليك تعمل كروب إن تعمل يعني اقتطاع من الصورة نفسها بالسنتر لحتى تعمل زوم فبصفي معك عندك 2x زوم و4x زوم رح يعطوك صورة جيدة جداً مش نفس الكيس على النسخة العادية خلينا مركزين على الصورة الأساسية والكاميرا الرئيسية أحسن ودائماً دور على الإنارة الكويسة والزاوية الصح شا تأخذ صورة صح بالنسبة للسيلفي أعتقد أن الـ Dynamic Range بده شوي تشغل لما تصوروا الشمس وراك رح يأثر على الصورة تماماً وهذا دائماً بلاقي فيها ناحية ضعف بحسن أن الشركات بركزوا على الكاميرا الأساسية وبينسوا السيلفي بعض الشركات بركزوا على السيلفي نعم والناس بتحب السيلفي على كل حال هاي في حالة صورت والشمس وراك الصورة ما رح تعجبك إذا صورت أنا حافظ رجيك صور صور خلي الشمس تضويق خد صورة السيلفي حلوة كانت تجربتي بالكاميرا فوق المعتاد بالنسبة إلي فما تقلق كثير من موضوع الكاميرا وبالنسبة للفيديو رح أنا أغض نظر عن النسخة العادية أوكي واصلاً من نجح نفكر موضوع الفيديو ولكن بدي أكد شوف فيديو الجهاز البرو أنا أعجبني وفيه تثبيت وفيه ألوان حلوة يعني رح تأخذ صورة بهيك في أسعرية رح تعجبك شوف الفيديو السلام عليكم أصدقائي هذا فيديو فل اتش دي من الكاميرا الأمامية الشمس باتجاهي هيك الشمس خلفي زي ما تشايفين هذا خيار موجود للتصوير الأمامي شو رأيكم السلام عليكم أصدقائي هذا فيديو من الكاميرا الأمامية فل اتش دي 30 فريم شو رأيكم الشمس هون هيك الشمس حكولي شو رأيكم بجودة الفيديو على هاتف سعره سعره مية و سبعة و خمسين دينار شو رأيكم فيديو فل اتش دي 30 فريم بس فعلت التثبيت والله أنا من الشاشة شايف إشي حلو طبعا تقدر صور 4K وبتقدر صور فيديو فل اتش دي 60 فريم بس لما تفعل تثبيت هذا هيكون على الثلاثين فريم حكولي شو رأيكم بهذا الفيديو أصدقائي فيديو فل اتش دي 30 فريم هاي الخيارات الموجودة وما في تثبيت ما في تثبيت بس يعني عندك هذا الخيار موجود ممكن تجربه ممكن ما تجربه بالعادة أنا بحطش كاميرا بالأجهزة الاقتصادية ولكن حبيت أني أضغط الجهاز لين ممكن يوصل هل ممكن يعطين اشي كويس هل لو ثبتتوا على الترايبود وصورت بينارة كويسة راح أخذ فيديو جودة كويسة نعم هذا صحيح أصدقائي هذا فيديو 4K 30 فريم طبعا بتوقف التفعيل بصير تفعيل إلكتروني اللي هو عفوا مش تفعيل اللي هي تثبيت بصير إلكتروني وانت بتقرر عاجبك مش عاجبك هذا الجهاز اللي هي نسخة البرو سعر هذا الجهاز 200.59 دينار أردني يعني ممكن تلاقي في بلدان أخرى غير الأردن أقل سعرا من ذلك شو رأيكم إخوان إذن تقلنا للصوت صحيح أنه كل الجهازين عندهم ستيريو سبيكر وكل الجهازين عنده فتحة 3.5 بس فيه جودة أفضل وأعلى عند نسخة البرو فيه كودكس أقوى عن نسخة البرو أما البطارية بصراحة على كل الجهازين كان الأداء رائع من ناحية تسحب بطارية البرو كان أفضل ومع ذلك البرو عنده بطارية أكبر 5100 ميلي أمبير وعنده شحن أسرع 67 واط شحن عن جد سريع عن جد مريح بيخلي الحياة حلوة وأنا دائما بحكي لكم الـ 67 كشاحن سريع أنا بعتقد أنه perfect فيه 120 فيه أكثر فيه أقل بس 67 جاي بالنسبة لأشي بسميه sweet spot رائع أن يكون عندك شاحن 67 رح ترتاح ما رح تقلق بالبطارية بترميه 10 دقائق بيكفيك يا أخوان خلاص بيحلل لك مشكلة كبيرة 10 دقائق بس فتجربة الشحن الممتازة النسخة العادية عندها شاحن 33 واط طبعاً أنا ذكرت لكم الأسعار بس بدي أعيدها نسخة العادية 159 دينار لأقلت نسخة الـ 250 مع 8 جيجا بايت رام نسخة الـ Pro 5G حقها 299 دينار والنسخة العادية 259 دينار لنضبط السعر عشان ما نخربطش طبعاً فيه نسخة بدي أحكي عنها أو أذكرها بسرعة فيه نسخة الـ Pro Plus عندها تصميم يعني فيه جلد فشكل أجمل أعجبني أكثر عندها معالج أفضل وهو دايمين سيتي 7200 أولترا أداءه أحسن وحيكون أداء الكاميرات أفضل لكن الفرق الوحيد هو بالمعالج وعندك كمان شحن 120 واط أسرع وأيضاً عندهم ميزة معيار مقاومة الماء والغبار الـ IP68 هذا ما يميز الـ Pro Plus وسعره أيضاً متميز 349 دينار احكي لي شو رأيك بشوفكم في الفيديو القادم إلى اللقاء